اشتركوا في القناة وانتقال القمر من السرطان للأسد طبعا احنا حكينا انه اليوم راح يكون فيه خلو المسار خلو المسار هذا راح يكون تقريبا بحدود الساعة 11.57 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش يعني هو بتوقيت جرينتش منتصف الليل ولكن بالنسبة للأردن الساعة 22.57 دقيقة بعد منتصف الليل يعني فيه ساعة الصباح او ساعة الفجر فعشان هيك منحكي احنا بعد منتصف الليل هذا خلو المسار اللي راح يكون ابتداء من الليلة ورح يستمر لغاية الساعة 12.15 دقيقة غدا بتوقيت جرينتش يعني انه فترة الليل لغاية الساعة هاي هي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال اي عمل احنا بدأنا فيه قبل خلو المسار فيعني الاشخاص اللي عايشين من الجزء الاخر من الكرة الارضية اللي عندهم اي ايام نهار هم هدول اللي بدهم يكونوا منتبهين اما احنا عنا ليل فمعظم الناس راح يكونوا نايمين ما فيه توقيع عقد بالليل بعدها بيكون القمر انتقل واستقر في برج الاسد طبعا بما انه راح يكون القمر موجود في برج الاسد راح يكون في منزلة الجبهة منزلة الجبهة هاي ممتازة جدا لاي عمل فيه صلح او اتفاق شراكة او ضغط على عدو لتحقيق هدف معين طبعا بالنسبة للتأثيرات اللي راح يتأثر علينا كلنا في فترة انه القمر لما بيكون موجود في الاسد منلاقي انه احنا بالفترة هاي الناس بكونوا اكثر كرم مما احنا معتادين عليه خصوصا من الناحية المادية والعاطفية بيكون التركيز اكثر حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطف مع الحبيب بوسعنا في هاي الفترة التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال او الاستثمار او اقتناء حلية ثمينة او ملابس او اشياء هيك تعمل نوع من انواع الرونق لانا او تحسن من جمالنا منتحلى بالشجاعة في هاي الفترة منكون ملفتين اكثر للنظر طبعا بالنسبة للاخبار الفلكية اول خبر احنا بنا نحكي عنه اللي هو رح يكون برضو في فترة الساعة ثلاثة وسبعة واربعين دقيقة بتوقيت جرينتش يعني بنفس فترة خلو المسار رح يصير هذا الحدث اللي هو كوكب اورانوس رح ينهي عملية التراجع تاعته اللي لها من 2019 هاي فترة التراجع طبعا كانت هي معطيته السلبية القوية لانه في فترة التراجع بتكثر التغييرات والمفاجآت والاغتيالات واشياء لها علاقة بالموت المفاجئ الثورات الاعطال الكهربائي الاعطال في الحواسيب خلل في انواع التقنية الصناعية او شغلات اللي مثل هيك لما بده يرجع لحركته الامامية تلقائيا انه رجعته للحركة الامامية مش في لحظة انه بنهي هو بحاجة لاربع ايام من بعد اليوم يعني ليوم سبعة وعشرين واحد لا يستقر ويرجع لحالة سعودته فعشان هيك في الفترة هاي منحكي هو منتحس فعشان هيك الفترة القادمة اللي هي فترة لما بصير سعيد منلاقي انه صار في نوع من انواع التغييرات اللي بترجع عودتها لصالح الشعوب في مفاجآت رح تصير خصوصا من ناحية الثورات التقنية والصناعية ممكن نتفاجأ بصناعة جديدة او بتقنية جديدة او بتكنولوجيا جديدة بخلال الفترة القادمة اما على نظام الحواسيب او على نظام الاتصالات الكمبيوترات او الهواتف ممكن اشي جديد الى علاقة بمحطات كهربائية او انتاج الكهرباء او خطوط امداد كهربائية بما انه موجود في برج الثور ممكن اشي الى علاقة في الاقتصاد اه ثورات اقتصادية او انتعاشات اقتصادية او حلول اقتصادية لبعض الدول ممكن تكون ضغوط برضو على بعض الدول اقتصاديا طبعا في هاي الفترة بما انه حكينا عن اورانوس انه رح يرجع للحركة الامامية فتقريبا او مش تقريبا الاكيد انه الان ما في ولا اي كوكب من الكواكب بتراجع فكل الكواكب بحركة مئة امامية لكن اللي بضغط على هاي الكواكب هي الزواقية اللي بتشكلها الكواكب هاي من زوايا تربيع او اقترانات او مقابلات طبعا بما انه اورانوس رح يرجع للحركة الامامية فاليوم الو اول زاوية رح تكون اه هي زاوية تربيع سلبية برضو هاي من الاشياء اللي اثرت على اورانوس انه يكون برضو في وضع انه هو مش ايجابي او تأجيل عملية الحضوض لالو انه يرجع بالصورة الايجابية تاعته انه زاوية التربيع هاي اللي رح تكون بينه وبين القمر في تمام الساعة اربعة واثنين واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتخلق عنا نوع من الشعور بالملل من اي عمل روتيني اه بيفضل اخذ فترة من الراحة واستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع ممكن يصدر من ما هو غير متوقع تجاه البعض اه يعني رح يكون في كثير مفاجآت في هاي الفترة من المساء اما الزاوية الثانية اللي رح تتشكل والاخيرة هي زاوية تثليف ايجابية بين القمر والمريخ الزاوية هاي رح تكون الساعة تسعة وثلاث وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتلوح الفرص للحصول على مكاسب مالية ومنندفع الاهتمام بصحتنا اكثر هسا بالنسبة لخلو المسار القادم رح يكون طبعا خلو المسار القادم بيبدأ في برج الاسد يوم ثلاثة عش واحد بيبدأ الساعة واحد وواحد واربعين عصرا بتوقيت جرينيتش وبيستمر لغاية الساعة ثنتين وست دقائق بتوقيت جرينيتش عصرا يعني تقريبا اقل من ساعة بعدها بنتقل القمر على العذراء وباستقر في العذراء بالنسبة لعمر القمر القمر الان بلش ينحصر انحصار المكتمل يعني اكتمى البدر وبلش ينزل من حجم البدر تاعه بنسميها انحصار المكتمل اليوم هو عمره 16 16 يوم في تمام الساعة ثلاثة وسبعة وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بصير عمره ببلش في عمر السبعة عشر يوم نسبة الاضاءة تاعته هي خمسة وتسعين في المية بالنسبة ل مزاج الكواكب وطباع الكواكب وحركة الكواكب خلال اليوم هاد الشمس في الجدي لغاية عشرين واحد منتحسة القمر في السرطان والاسد حتى ثلاثة عشر واحد برضو منتحسة عطارد في الجدي حتى ستعاش واحد منتحس الزهرة في الدلو حتى ثلاثة عشر واحد سعيد المريخ في القوس حتى ستعاش اتنين سعيد المشتري في الجدي حتى اربعة عشر خمسة بعدين بيبدأ عملية التراجع تاعته هو منتحس زحل في الجدي حتى احد عشر خمسة وبعدين بيبدأ في عملية التراجع تاعته وضع سعيد اورانوس في الثور حتى خمسة عشر ثمانية وبعدين بيبدأ بعملية التراجع منتزج نبتن في الحوت حتى ثلاثة عشرين ستي وببدأ بتراجع هو سعيد ابلوته في الجدي حتى خمسة عشرين اربعة لا يبدأ في عملية التراجع وهو منتحس بالنسبة لتوقعاتنا اليومية طبعا التوقعات احنا طبعا التوقعات انا بعملها عشان تنطبق على البرج وعلى الطالع مش مثل ما فهمت من بعض الناس المدعين في علم الفلك انه برجك القمري وبرجك الزهري وبرجك المريخي وطالعك السنوي وطالعك البرج واحد والطالع واحد وما بيختلفوا من يوم من ولدت اليك برج ويلك طالع القمري بيدل على عواطفك والزهرة بيدل على الحب عندك مش معنى هاد اني لازم انا اقرأ برج القمري وين وشو بعمل لي ولا اقرأ الزهري تبعي وين عشان شو بده يعمل لي هاد اشي اه دخلوا في وحكوها للفت الانظار انه الناس الها طوالع جديد والها اشياء جديد عشان يهتموا اكثر انه الجماعة انتجوا بذلوا جهدي جديد هاد اشي موجود من زمان ولكن احنا ما منسلط النظر عليه لما احنا بدنا نحلل شخصية بني ادم خصوصا للارتباط او الزواج منيجي مننظر احنا للزهرة تبعت وين ولقمر الشخص الاخر وين بعدين مننظر للزهرة عند هذا وين ولزهرة هذا عند وين وبعدين لقمر هذا وين ولقمر هذا وين هل اتصالات هاي الكواكب سعيدة ولا نحيسة وبعدين مننظر على الزهرة مع المريخ هل علاقتهم الجنسية رح تكون متكافئة ولا لأ اما انه انا اعمل انه هذا طالع مستمر للك بدك تظلك تطلع عليه هذا كلام ما في منه ما الو علاقة بالصحة نهائيا في اشي الو علاقة بعلم الفلك عشان هيك ما حدا يجي يقولي انا برج القمري وانا برج الزهري اذا بدك تعرف عاطفتك اذا بدك تعرف قمرك وين كان بتعرف عاطفتك من البرج بدك تعرف انت الزهرة تبعتك وزهرة اللي بتحبه نفس الطريقة ولكن مش الزام عليك انك انت تظلك التابع هاي على انها طالعك وهاي فكرة انه طالع السنوي انا ايش طالعي السنوي نفسي افهمها انا يعني هذه انا قد ما الي يعني هي الي تقريبا اكثر من اثنين وثلاثين سنة انا في علم الفلك اول مرة بمر علي اشي اسمه طالعي السنوي ما في اشي اسمه طالعي السنوي في الي انا برج ولي طالع هم هم ما رح يتغيروا من بداية يوم ميلادي انا انولدت برجي اسد وكان عند الافق الشمس لما طلعت في ساعة ما انا انولدت او الشمس كانت موجودة في الحد الفاصل لبرجين خلص هدول البرجين هدول الحد الفاصل تبعهم هدول اللي انا طالعي فيهم ما رح يتغيروا نهائيا لابد الابدين هاي خارطي اما انا اجي انط على اشياء ثانية بنصحكم انه في اشياء كثير غسلوها نظفوها كتكتوها هيك وما تركزوا عليها نهائيا وانا كل يوم ان شاء الله رح اعطيكم ملاحظة جديدة خلينا نشطب هاي نسميها الاوساخ اللي دخلت على معلوماتكم ننظفها ونحط بدالها معلومات ان شاء الله ايجابية واشي صحيح انتو تهتم وتستفيدوا منو توقعاتنا احنا نرجع للموضوع انا لما بشتح بصير اه يعني ادلي بدلوي واحكي بمواضيع كثيرة فنرجع لموضوعنا وان شاء الله اننا حلقات كثيرة ان شاء الله رح نشرح فيها هاي الامور اه بالنسبة لللي احنا منحكيه في التوقعات احنا عن البرج وعن الطالع يعني ينصح الشخص يقرأ برجه ويقرأ طالعه ويعرف مين الغالب عليه ومين اللي بتحكم فيه ويتبعه عشان يعرف الاوضاع كيف رح تكون معاه خلال النهار برج الحمل خلال هذا النهار بتكون تجنبوا ادخال اي تغيير جذري على مساكنكو من ساعات العصر تبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكو باحبائكو ممكن يصير عندكو شغف للقاءهم او اتصالات معهم عشان انتو تقابلوهم ممكن يجيكو نبرة من الحنين لتأملهم او النظر الهم او مكالمتهم او مراسلتهم بتعيش لحظات سعيدة وناجحة انفراجات وتطمينات ورومانسيات خلال هذا النهار برج الثور اللي عنده انتحان او مقابلة لازم انه يركز مظبوط خلال فترة قلو المسار واللي هي ما قبل العصر بده يعرف انه الحظ مش معاه بده يتعب عشان يحصل نتيجي اما بعد ساعات العصر بعد ما يستقر القمر في برج الاسد بتعيد وتنظيم امور كل بيتية وبصير اهتمامكم العائلي اكثر بصير عندكم نوع من النظر لاشياء ممكن تغيير ديكور ممكن اشياء بدها تصليحات او اعطال صارت في المنزل بتكت تعملولها صيانة ممكن يطرق عندكم عطل منزلي فجأة في احد الاجهزة اللي موجودة داخل البيت غسالة ثلاجة غاز او اي شيء ممكن يصير فيه او يصير حدث عائلي يلفت انتباهك ويشغلك برج الجوزاء من الان ولغاية ساعات عصر الغد بدكو تتجنبوا شراء اي حاجية ثمينة الفترة مش مناسبة للمصاريف ولا للدفعات في فترة ساعات العصر بتنشطوا في السفر والاتصالات والتنقلات اللي عنده مقابلة او عنده مراسلة او عنده عرض لبضاعة معينة او عنده نوع من انواع التواصل لطلب شيء معين او مساعد معينة فهي فترة مناسبة جدا ولكن بتكو تكونوا اكثر وعي على الطرقات بتكو تحذروا من الاعطال اللي ممكن تصير في مركباتكو او انو اشياء مفاجئة تصير معكو انتو على الطريق لا سمح الله يعني فترة ما لازم يكون في عندك اي نوع من التهور برج السرطان انتو خلال هذا اليوم نشطين مع هيك واصلوا كل عمل انتو بديتوا فيه من قبل ما تبادروا الى اي عمل جديد لغاية ساعات العصر عند ساعات العصر لما بوصل القمر للأسد بصير تركيزكو الاكثر على الامور المادية ولكن تكونوا ديروا بالكو انو النفقات رح تزيد عندكو ابعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على اموالكو من الضياع او السرقة برج الاسد كل التعب اللي انتو بتشعروا فيه والارهاق اللي على كتافكو موجود رح يظل مستمر معاكو حتى ساعات العصر بعد ساعات العصر فجأة هيك بتميلوا للنشاط والحيوية تنقلب بعض الخيارات والتوجهات عشان تناسب وضعكو الحالي تتمتعوا بقدرة على قلب كل المعطيات لصالحكو بتصير فترة مناسبة جدا لالكو تقدروا تستغلوها لاي شيء انتو بتكويا برج العذراء بتنشطوا اجتماعيا وممكن تلتقوا الاصدقاء من الان لغاية ساعات عصر الغد بعدين رح تدخلوا فترة غير مريحة هاي الفترة بتلزمكو انكو تكونوا انتو اكثر انتباه خصوصا على صحتكو اهم اش انو في هاي الفترة ما توقعوا على عقد ولا تحسموا امر فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحضوذ ليش؟ لانو القمر الان صار موجود في بيت متاعبكم فبدكو تكونوا حذرين وتراقبوا اموركو تعملوا الشيء المطلوب منكو وما ترهقوا حالكو برج الميزان بدكو تحافظوا على سمعتكو على انجازاتكو اللي انتو فيها خصوصا في مجال العمل من الان لغاية ساعات عصر الغد بعدين تنشطوا نشاط غير طبيعي بين الاصدقاء او لقاء الاصدقاء او الجلسات الاجتماعية ومنكو ناس راح تشارك يا في حفلة او في مناسبة سعيدة عشان هيك الغالب الاجتماعي او الاشي الاجتماعي هو اللي راح يطغى على الفترة القادمة وخصوصا عند وجود القمر في الاسد برج العقرب اللي بتقدم لامتحان او مقابله لازم يكون مستعد جيدا خصوصا من الان لغاية عصر الغد ما يركن على الحظوظ بده يركن على مجهوده بتحافظه خلال الفترة هاي على سمعتكو وعلى مصالحكو الاجتماعية هذا اليوم راح يكون من بعد ساعات العصر مناسب جدا للي ببحث عن عمل ولكن بدك تجنب الخلافات واسعى لتلطيف الاجواء برج القوس قلي عندكو نظرة مالية شوي في ساعات من الان لغاية ساعات العصر فحصوا حساباتكم المالية احذروا من اي خطوة مالية جديدة لانه بعد العصر راح يكون في عندكو نشاط عالي جدا راح تنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة ورح يكون في عندكو تواصل مع جهات اجنبية او اشخاص من خارج البلاد ممكن يجيكو بريد او خبر من بعيد ولكن بدكو تكونوا اكثر وعي على الطرقات خاصة اثناء القيادة بين المدن راح تبدأوا فترة ايجابية لازم تستغلوها برج الجدي راح يتركز اهتمامكم من الان ولغاية ساعات عصر الغد على موضوع الشراكة الشراكة المالية وشراكة العاطفية اهم ايش انكم ما تلتزموا اتجاه الطرف الاخر باي شيء ممكن انكم ما تقدروا تنفذوه في ساعات العصر بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة انجز الواجبات بدقة حتى ولو كانت كثيرة عليك حاول تنفيذها دون تردد وما تلتهي بالامور الثانوية خلي عندك تركيز على الشيء اللي انت بالدكية برج الدلو واصلوا عملك السابق وانتبهوا لصحتكم خصوصا حتى ساعات العصر بعد ساعات العصر بيخف حديت الامر على الصحة ولكن برضو نفس الاشي القمر بصير مقابلكم مباشرة يعني طاقتك ضعيفة ترغبوا في تعزيز شراكتكم لازم تكونوا اكثر تفهم لوجهات نظرك ونظر شركائك حاذر من الخلافات وما تضخم الامور برج الحوت بتظل العاطفي قوي عندك حتى ساعات العصر لكن بعد ساعات العصر بيكون القمر وصل لبيت صحتكم يعني بدكوا تنتبهوا لصحتكم كثير بهاي الفترة بتراكم فيها العمل اكثر من المعتاد وممكن يكون فيه نوع من انواع الصعوبة في نجاز كثير من الاعمال عشان هيك في الفترة هاي بدك تنتبه انه تحاول انك تنجز الاعمال المكلئلك ما بدك تتأخر عن دوامك وما تغيب عن دوامك فانه هاي الاشياء ممكن تسبب لك مشاكل بالفترة القادمة اتعاني منها لمدة طويلة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم بشكركم على حسن الاستماع وارجو انكم تسامحوني لانه في فقرات انا بطيل فيها الشرح ولكن لمصلحتكم في النهاية والله اعلم ويا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الى اللقاء